السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنقطع جديد من سلسلة زيوت نباتات عجيبة للتعمال ونباتنا اليوم تم الإشارة إليه في قناتنا لكن بإيجاز وهو القطف القطف أو السفناخ يسمى أيضا التريبليكس وصف هذا النبات كما تشاهدون هو نبات حوله يحمل أوراق رمحية قلبية صفراء أو حمراء داكنة يشبه السمانخ في طعمه ينتمي هذا النبات إلى الفصيلة الزربيحية موطن هذا النبات شمال إفريقيا موسم فصل الربيح وينمو في الأراضي البرية وكما سبق الإشارة فهو نوعان نوع بري ونوع زراعي هذا الذي بين أيدينا هو نوع بري يعني ينمو لوحده دون تدخل الإنسان ودون سقين أو أسمدة أو مواد كيموية خواس هذا النبات هو مميز رائحة طعمه مر حار يابس جواهر هذا النبات وفعاليته وغني بالصابونيات كما سبق الإشارة في الأسبوع الماضي إلى السال كورنيا تنمو بجواره وهي أيضا في مكوناتها السابونيات ومن مكونات القطف السابونيات وهو غني بفيتامين A خصوصا البذور فهي غنية جدا بفيتامين A لكنها تسبب القيء إذا لم يتم طبخها محذورات هذا النبات الجرعات الزائدة تسبب تشنجات في المعدة أضرار عشبة القطف يمكن استهلاكه نيئا أو مطبوخا أما البذور فلابد من طبخها كما سبق الإشارة فهي مقيئة وتسبب هيجان وقيئا إذا تم الإكتار منها كما يشتر إشارة أن القطف لا يحتوي إلى أي نوع من السموم أتحدث عن البذور وعن القطف البري فهو غير الصناعي أو الزراعي حيث أنه لا تدخل في مكونات الأسمدة الكيماوية وهناك عدة دراسات علمية حول فوائد القطف دراسة مخبرية تحدث نشرت سنة 2016 أن عشبة القطف تساهم بشكل كبير في مكافحة ميكروبات وتعزز جهاز مناعة لدى الإنسان حيث أنها تحتوي على الفلافونيدات وهناك دراسة أخرى علمية نشرت في أحد المجلات العلمية سنة 2009 تشير إلى أن مستخلص القطف المحضر بالميتانول يمتلك نشاطا مضاد الأكسيدا بسبب ارتفاع محتوى الفلافونينات ومركبات الفلافونيد وهناك دراسة أيضا نشرت سنة 2014 التي أجريت على فئران وهؤلاء الفئران بهم سكر سكر الدم وارتفاع السكر الدم حيث أن مستخلص حيث تم إعطاءهم جرعات من مستخلص محلول مائي يحتوي على مستخلص الأوراق القطف حيث أنه يقلل مستوى الجريكوز في الدم وهذا النبات غني بمجموعة من المواد وهو جد فعال جدا حيث أن القطف مدر مدر بشكل كبير للبول والقطف هام لنقص فيتامين A حيث أنه غني فيتامين A كما أن القطف محفز للقيء والقطف علاج كبير لأريرقان أو ارتفاع السفراء في الدم كما يصطلح عندنا أبو صفير والقطف من النباتات الفعالة في علاج الأورام وخاصة في منطقة الحلق والورم ويستخدم أيضا لعلاج النقرس حيث أن القطف جد فعال لعلاج النقرس كما يساعد على حرق الدهون المتراكبة وإنقاس للوزن كما أن القطف يلين الأمعاء ويمنع الإصابة والإمساك ويحسن عمل جهاز الهضمي ويزيد من قدرته على طرد السموم والفضلات كما أن القطف ينشط الجسم ويمنح الطاقة والحيوية والنشاط كما تمنع شرب مستخلص القطف من الإرهاق والتعب كما أن القطف كمنقوع يساهم في تنشيط الجسم بشكل كبير كما تساعد في علاج التهابات والأورام والحمرار في الجلد وهو أيضا يستخدم بشكل خارجي إذا تم مزجه بكريم أو مرهم كيفما كان نوعه حيث يساهم في علاج التهابات والتمرمات والحمرار في الجلد ويدخل في كما سمق الإشارة لصنع مجموعة من المراهم القزيمة والآفات الجلدية كالتقيح الجلدي وغيره من الآفات التي تعترض الجسم كما يعالج القطف أمراض الرئى والتهابات كما يعالج القطف ويساهم في علاج العقم حيث يعالج مشكل العقم حيث أن من أبرز مشاكل التي تعتري النساء هو مشكل التكيّس أو تكيّس المضايد حيث تساعد عشبة القطف في تنشيط المضايد وفك الالتساقات الرحمية لدى النساء فهو جد فعال لكل الأورام والتقرحات في الجلد ويجد الإشارة أننا في فصل الصيف وهذا الفصل ليس فصل القطف إنما فصل الربيع كما تشاهدون النبات دابل وطريقة الصحيحة لاستخدام القطف والاستفادة من فوائده ومركباته وبيطاميناته أنه يستخدم حيث أنه مالح تضاف إلى السلطات بشكل طبيعي دون طهيه أو يمكن طهيه كالسبانخ كما ينصح بسلقه على البخار بشكل سريع للحفاظ على خصائصه كما يمكن طحنه وإضافته للوجبات أو الشوربة أو الحساء كيفما كان نوعه أو خلطها مع الحبوب لصنع خبز وينصح بإضافة قليل من الشومر إضافة قليل من السمسم حيث يعطي نكهة جد ممتازة في الخبز فهو علاج وغذاء طبيعي ومكمل غذائي كما أنه يمكن شربه مباشرة بعد طحنه حيث ينصح بأخذ ملعقة صغيرة يوميا دون الإكتار منه دون الإسراف في استعماله يعني باعتدال كما يمكن شربه مع الخل أو مع العسل ويمكن استخدامه كلبخات ويمكن استخدامه كلبخات للنقرس والأمراض الجلدية التي سبق الإشارة إليها كما يمكن خلطه بالمراهم والكزيما والكريمات للقضاء على الكزيما خصا الكزيما فهو جد فعال لها كما ينقع ويصفى ويشرب منقوعه يسمى أيضا هذا النبات النبات ملحي فهو مالح في طعمه حريف وهو مقاوم للجفاف والملوحة حيث يطلق عليه كما سمق الإشارة النبات الملحي فهو ينمو في الأراضي الجافة كما تشاهدون أراضي جافة ونادرا ما يصلها الأمطار إلا أمطار الغيت هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا تنسونا من خالص دعائكم ولا تنسوا الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته